أعربت هيئة علماء المسلمين في العراق عن تضامنها مع الشعب الوردني بعد مصرع أكثر من عشرة أشخاص وحصابة أكثر من 250 بسقوط شاحنة للغاز السام في ميناء العقبة وقدمت الهيئة التعازية لذوي الضحايا الذين توفوا في هذا الحادث المؤسف سائلة الله تعالى أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويلهم ذويهم الصبر والاحتساب ويمنع المصابين بالشفاء العاجل ويكلل بالنجاح الجهود المبذولة لمعالجة الضرار الحادث وآثاره الخطيرة